تفاعلت جهات حكومية عدة بالعاصمة الرياض مع استغاثة ناشطين بيئيين لوقف قطع شجرة سمر معمرة بأحد المخططات الخاصة الجديدة في الرياض كان سيتم جرفها بالجرفات التي تعمل لتهيئة المشروع وتم نقلها لموقع آخر لتكمل باقي عمرها ويستفد منها وعمل مختصون على رفع الشجرة من مكانها ونقلها لمنزلها الجديد على طريق الملك سلمان في عملية استغرقت قرابة 48 ساعة لتبقى شامخة كما كانت في موقعها القديم